من تونس نشرة الأخبار أنتم في الاستماع إلى موجات الإذاعة الوطنية التونسية منها نحييكم مستمعين مشاهدين الكرام ونقدم لحضراتكم نشرة السابعة صباحا للأخبار ونستهلها بالعنوين رئيس الجمهورية يصدر أمر دعوة الناخبين للانتخابات الرئاسية يوم السادس من أكتوبر القادم ومجلس هاية الانتخابات يصادق غدا على رزنامة الانتخابات الرئاسية رئيس الدولة يقرر أعفاء الرئيس المدير العام للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه من مهامه مجلس نواب الشعب يصادق على اتفاقية قرض بين الدولة ومجموعة من البنوك المحلية لتمويل الميزانية وفي شؤون الشرق الأوسط أكثر من 12 شهيدا في فجر اليوم الحادي والسبعين بعد المئتين من العدوان الصهيوني على غزة ونزوح أكثر من مليون فلسطيني مرة أخرى بعد الهجوم الصهيوني على مدينة رفح أسعد الله صباحكم بكل خير وأهلا بكم إذن أصدر رئيس الجمهورية قيس سعيد أمس أمرا يتعلق بدعوة الناخبين للانتخابات الرئاسية يوم الأحد السادس من أكتوبر القادم وفدت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بأن مجلس الهيئة يعقد غدا الخميس اجتماعا للمصادقة على رزنمة الانتخابات الرئاسية لعام 2024 وتنقيح القرار الترتيبي عدد 18 لعام 2014 المؤرخ في الرابع من أوت 2014 المتعلق بالترشح للانتخابات الرئاسية قرر رئيس الجمهورية قيس سعيد أمس عفا الرئيس المدير العام للشركة الوطنية الاستغلال وتوزيع المياه أحمد سولى من مهمه صدق مجلس نواب الشعب على مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية التمويل المبرمة بين الدولة التونسية ومجموعة من البنوكة المحلية لتمويل ميزانية الدولة للسنة الحالية وأكدت وزيرة المالية سيهام البغدير نامسية أهمية هذا القرض ومداخله بالنسبة إلى توازنات السيولة لشهر جويليا الحالية عبئة القرض بالعملة لدى البنوك المحلية يندرج في إطار تنويع مصادر تمويل ميزانية الدولة وذلك بالاستفادة من موارد الإداعات بالعملة لغير المقيمين الموجودة لدى البنوك المحلية كما أن هذا القرض يمكن أن يساهم في استقرار احتياط العملة باعتبار المحافظة على مدخرات الشركات غير المقيمة بتونس وعدم تحويلها إلى الخارج الصحب بالنسبة لهذا القرض سيكون مرة واحدة وأحنا القرض ذا يراه تم أخذه بعين الاعتبار على مستوى احتساب السيولة لشهر جويليا والذي شهر جويليا فيه تعاهدات وهذا كعليش؟ وأكدت وزيرة المالية بالمناسبة أن تونس أوفت بكل تعهداتها المستحقة بعنوان خدمة الدينة العمومي للسوداسية الأول من السنة الحالية إضافة إلى السدادة 54% من خدمة الدينة الخارجية خدمة الدينة بالنسبة لسنة 24 نحب نقول راهو تونس سددت كافة التزاماتها المستحقة خلال السوداسية الأولى من سنة 24 بعنوان خدمة الدينة العمومي والتي بلغت 10.6 مليار دينار ونجمع لكم اللي إلى حدود موفى جوان 24 تم تزديد 54% من خدمة الدينة الخارجية أي أننا سددنا 6.6 مليار دينار من مجموع 12.3 مليار دينار وهذا يفوق 50% وإحنا ما زلنا تكملنا السوداسي الأول يعني أنه بالنسبة على مستوى سداد القروض تونس أوفت بتعاهداتها من جهة أخرى أودع عدد من النواب عريضة لدى مكتب البرلمان بشان عقد جلسة حوار مع الحكومة لمسألتها بشان مدى تنفيذ الأهداف المرسومة للميزانية ومدى أمكانية تحقيق جملة الإصلاحات المتفق عليها وفق ما صرح للأخبار رئيس كتة الخطة الوطنية السيادي عبد الرزاق عودات نحن تقدمنا في الزمن تقريب نصف سنة في تنفيذ الميزانية بش نشوفه ونصلنا في تحقيق الأهداف المرسومة قد نجمه نحقه نسبة 2.1% سنة ولا لا نحن إلى حد الآن مهد لحصة يقول نحن عملنا 3.2% بش نشوفه أحكام الميزانية ويعني العمل على أنه نعديه الموارد ونفريه المالية العمومية بتكثيف العمل في الفصفات بإصلاحات في النقل بإصلاحات في المجال الصحي وفي المجال للشركات الوطنية هذا يتكون بش نشوفه من خلال حوار مع الحكومة هذا نوع طالبين مجموعة من النوع يستأنف المجلس الوطني للجهات والأقليم اليوم جلسته العامة المخصصة للمصادقة على مشروع قانون النظام الداخلي للمجلس وقد صادق أعضاء المجلس أمس على الفصول من 77 إلى 112 من مشروع القانون وتتعلق بسير عمليات الانتخابات والجلسات العامة المشتركة مع مجلس نواب الشعب وسير الجلسات العامة العادية والنصابي والتصويت وحفظ النظام في ختام أشغال الدورة الثامنة للجنة المشتركة التونسية البوركينية المنعقدة بيواجدوغو يومي الأول والثاني من الجويلية الحالي تم توقيع ثماني اتفاقيات تعاون شملت مجالات الاستثمار والصناعة والسياحة والصناعة التقليدية والتكوين المهني والأسرة والمرأة والتفولة وكبار السن والشباب والريافة كشف حزب العمل والإنجاز في بيان ماسا أمس أن أمينه العام عبدالطيف المكي تلقى استدعاءا للحضور أمام قاضي تحقيق يوم الثاني عشر من جويلية الحالي فيما يعرف بقضية رجل الأعمال الجيلان الدبوسي الذي توفي يوم الثامن من ماي 2014 سويعات قليلة بعد أطلاق صراحه من السجن يذكر أن بطاقات داعا بالسجن في القضية ذاتها صدرت في حق القيادين بحركة النهضة نور الدين البحيري والمنذر لونيسي وإطار قضائي سابق وطبيب سابق بالسجون وقد وجهت إلى المشمولين بالبحث في قضية وفاة الجيلان الدبوسي تهمة القتل العمد مع سابقية القصد في انتظار تواصل التحقيقات قررت اللجنة والأولمبية إسناد منحة تشجيعية موحدة لجميع الرياضيين التونسيين المتأهلين إلى الألعاب الأولمبية باريس وعددهم ستة وعشرون رياضيا وتقام دورة الألعاب الأولمبية بالعاصمة الفرنسية باريس من السادس والعشرين من جوليا الحالي إلى غاية الحادي عشر من أوت القادم نشرة الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال وانتين مع دخول العدوان الصهيوني على قطاع غزة فجر يومه الحادي والسبعين بعد المئتين وعلى صعيد القتال الدائر في المنطقة استشهد أربعة فلسطينيين في قصف لمسيرة من قبل الاحتلال على مخيم نور شمس بيتول كرم وثمانية آخرين في سوق حي الزيتون وذلك بعد ساعات من معارك ظارية في القطاع نجحت فيها المقاومة في تكبيد الاحتلال خسائر فادحة فقد قالت كتيب القسام إنها استهدفت قوة صهيونية من أربعة عشر جنديا تحصنت في منزل بحية شجعية بقذيفة تي بي جي وأوقعتهم بين قتيل وجريح كما استهدفت القسام ناقلة جند من نوع نمر في الحي وقالت إنها أوقعت قوة راجلة كانت ترافقها بين قتيل وجريح وأعلنت أنها أجهزت مع سرايا القدس على جنديين صهيونيين من المسافة الصفر في نفس الحية يأتي ذلك بينما قالت منسقة وشؤون الإنسانية وإعادة الأعمار في غزة إنه بعد الهجوم الإسرائيلي على رفح نزح أكثر من مليون شخص مرة أخرى هذا ودعت الخارجية الأمريكية إسرائيل مجددا إلى التحقيق بسرعة وضمان المسألة عن أي تجاوزات وانتهاكات وقالت في بيان إنه تمت مشاهدة التقارير التي وصفتها بالمزعجة عن استخدام الجيش الإسرائيلي للمدنيين كدروعا بشرية أما على الجبهة اللبنانية فقد أعلن حزب الله قصف سبعة أهداف صهيونية في الجليل وتلال كفرشوبة المحتلة وذلك بعدما شنت مسيرات الاحتلال ومدفعيته عدة غارات على بلدات في الجنوب اللبنانية في الأثناء جدد وزراء في الكيانة الصهيونية المحتل دعواتهم إلى بدء عملية عسكرية واسعة ضد حزب الله في لبنان نهاية هذا المعوضة الإخبارية الصباحية المفصل إليكم تذكيرا بأمرز ما جاء فيه رئيس الجمهورية يصدر أمر دعوة الناخبين للانتخابات الرئاسية القادمة يوم السادس من أكتوبر ومجلس هيئة الانتخابات يصادق غدا على رزنامة الانتخابات الرئاسية رئيس الدولة يقرر إعفاء الرئيس المدير العام للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه من مهامه مجلس نواب الشعب يصادق على اتفاقية قرض بين الدولة ومجموعة من البنوك المحلية لتمويل الميزانية وفي شؤون شرق الأوسط أكثر من 12 شهيدا في فجر اليوم الحادي والسبعين بعد المئتين من العدوان الصهيوني على غزة ونزوح حوالي مليون فلسطيني مرة أخرى بعد الهجوم الصهيوني على مدينة رفح يوم سعيد متواصل بعد قليل على موجات الإذاعة الوطنية التونسية حتى تاسعة صباحا مع لحبيب أشغام مع جمل تحيات كامل الفريق دمتم في رعاية الله موسيقى